سعادة سفير عمر رمضان مساعد وزير خارجي الأسبق نكمل سعادة سفير ما هي الجهود المأمولة يعني مصر تبدل الكثير جدا تجاه ودعم لهذه القضية يعني منذ عقود طويلة ما هي الجهود بقى أيضا لدعم مصر وهي يعني تساند هذه القضية من قبل الدول العربية هي هو مصر الحقيقة منذ بداية هذه الأزمة وهي قد طرحت رؤية واضحة جدا برفض تصفيت القضية الفلسطينية برفض تهجير القصر الفلسطينيين درغم كل الإطرحات أن مصر مش بتقدم الدعم الكافي أو الدعم الإنساني إنما كان موقف مصر واضح جدا أن لابد للفلسطين أن يظلوا على عرضهم حتى يستعيدوا حقوقهم النهاردة يمكن كلمة سيد الرئيس كانت واضحة جدا في أكثر من موضع وحملة رسائل عديدة لدول عديدة في المنطقة وخارج المنطقة ويمكن أبرزها مسألة أن هناك مصارين إما مصار الفوضى أو مصار السلام والاستقرار وحملت أيضا رسائل مختلفة بالنسبة لموقف مصر من اللي بيحصل على الحدود في رفع ورفض مصر للتهجير زي ما قلنا وأيضا محاولة إحكام الحصار على غزة من خلال منطقة رفع أعتقد أن دي رسائل واضحة جدا وطبعا هيبقى مطلوب من الدول العربية وأيضا من الإخوة الفلسطينيين تفهم هذا الموقف وتفهم تبعاته وأننا دايما مع الفلسطينيين لكن هذا لا يعني أننا تحت أي ظرف إنساني أو غيره نقبل بتصفية القضية الفلسطينية أكيد النهاردة في قمة المنامة والقادة والزعماء يتحدثون فنحن نتحدث عن القضايا الفلسطينية ولكن الوجع شديد في المنطقة العربية نحن نتحدث عن مشاكل السودان اليمن ليبيا حتى سوريا يعني أن تعود إلى أمنها الكامل يعني فكيف ترى هذا وطبعا القضايا العربية قمة موجعة يعني والقضايا العربية الحقيقة في ازدياد يعني عندنا الأوضاع لصاحبة الربيع أو الخريف العربي عندنا الوضع في سوريا في ليبيا في العراق في اليمن نضم إليهم السودان عندنا مشاكل حدودية في الجزر الأمارات مع إيران وغيرها فالقضايا الفلسطينية والوضع في غزة فرض نفسه طبعا بحكم فداحة الوضع فرض نفسه على القمة لكن هذا لم يمنع من مناقشة باقي الموضوعات ولكن ربما زي ما قلت الاستحواز الأكبر المكاني والزمني كان للقضية الفلسطينية أيضا نقش موضوعات اقتصادية وأيضا موضوعات أخرى تخص التحرك العربي أو العمل العربي المشترك لأن هناك آليات لذلك ويمكن السيد أحمد أبو الغيت أمين عام جمع الدول العربية في البان الصحفي أو البان المشترك مع وزير خارجية البحرين شفنا هو تعرض للجوانب المختلفة والدور ليس فقط السياسي للجامعة وإنما دورها الاقتصادي وأيضا الاجتماعي والثقافي الملف الاقتصادي الحقيقي أصبح ملف شائك بالنسبة تجاه وتحديات الموجودة للدول العربية يعني وقت كانت الأزمة الأوكرانية روسية وأيضا دفعنا في المنطقة ثمن باهز لها والآن ما يحدث في غزة يعني كيف ترى هذا الملف طبعا للأسف منطقة الشرق الأوسط منطقة تشهد العديد ثمن ما يحدث في الغرب وندفع ثمن ما يحدث في المنطقة أيضا وكورونا ومن قبل ذلك الكورونا هي منطقة تشهد كثير من الاضطرابات مع الأسف وهذه الاضطرابات السياسية والجيوسياسية بيكون لها تأثير بالغ على الجانب الاقتصادي لها تأثير على السياحة لها تأثير على الاستثمارات لها تأثير على النشاط الاقتصادي بزفة عامة ويمكن احنا في شغلنا في السفرات بره كنا دايما بنلحظ أنه لما يحصل مثلا عدوان إسرائيلي على غزة الناس تخاف تيجي مصر أو الأردن ظنا أن دي المنطقة واحدة رغم البعد الجغرافي بين هذه المناطق لكن في نفس الوقت بينظر إلى الميدل إيست أو الشرق الأوسط على أنه منطقة واحدة وبيروح حطت علامة الميدل إيست وتحضيرات سفر من خارجيات هذه الدولة وده بيخليك تبزي المجهود يعني أنت أول ما بيبقى عندك مشكلة فإنت لو أنت حتى بتعمل ترويج سياحي لمنطقتك والأمن والأمن أنت بتبزي المجهود مضاعف جدا علشان كمان تعمل تأمين وفي نفس الوقت تقول إحنا بلد آمنة تفضلوا بالزبط زي ما حرارك تفضلت يعني هو بيبزى الجهد للوصول إلى مرحلة معينة تغيير الصورة ما بتمش بين يوم وليلة وإنما بيأخذ وقت ومجهود وأموال وتركيز وخطة بعد كده يحصل حدث معين يضرب كل الجهود دي ورجعنا تاني مربع سفر يمكن أخطر حاجة هي للجانب الاقتصادي بالنسبة لإستثمارات أو خروج رؤوس الأموال على أساس أنه يعني حيبقى صعب يشتغلوا في المنطقة في الظروف دي وقد يكون التقدير أن الأوضاع دي ستستمر لمدة أطول سنة 2-3 فممكن يحصل حتى لو ما فيش خروج يحصل إحجام عن دخول الاستثمارات جديد فطبعا تأثيره هيبقى بالغ مش بس تأثير السياحة وإنما تأثيره عن نشاط الاقتصادي للمنطقة العربية اللي هي أصلا فيه احتياج إلى تنمية للخروج من كثير من أزماتها اللي هي لها شق اقتصادي في نهاية المطاف سواء مرتبط بالفاقرة أو بالاستقرار الاجتماعي طب اسمح لنا في تعليقات سريعة قبل أن ننتهي من الوقت السيد يعني وزير الخارجية سامح شكري طول الوقت يرد على شائعات وشائعات ضد المحتل الإسرائيلي وتصريحات غريبة وعجيبة فطول الوقت أعتقد هو موجود جاهز حاضر من المشهد المصري اللي يرد ويصحح هذه الشائعات طبعا معالي الوزير سامح بي شكري يعني دقيق جدا في اختياره للألفاظ وحريص جدا وتصدر منه رسائل واضحة جدا ومحددة وتصيب الهدف المبتغى منه تبعنا تصريحاته بالأمس بالنسبة لاستمرار الافتراءات الإسرائيلية على دور مصر في غزة وأيضا تلعبها بالمقدرات الدول في المنطقة باللجوء دائما إلى العنف والعدوان وأنه ده له تأثير كبير ليس فقط على الدول العربية بل على إسرائيل أيضا أكيد رأي حضرتك في بعض الوسائل الإعلام العبرية التي تقول مصر تحاول فرض نهاية الحرب وموقفها يزعج إسرائيل دي عنوين إسرائيلية وهو نهاية الحرب هي وقف العمليات العدائية أو وقف العدوان أو العمليات العسكرية زي أي حرب في الدنيا بتبدأ بواقف العمليات العسكرية وده اللي حصل في كل الحروب بما فيها حرب 73 بما فيها الحرب في سوريا كان فيه مجموعتين عمل وحفة واحدة لوقف العمليات العدائية واحدة لدخول المساعدات الإنسانية فوقف الحرب مش تسوية الأمر يعني يجب أن نوقف العمل طبعا وقف الحرب هناك اليوم التالي للحرب بالضبط لابد أن يكون هناك حروب أصلي لا مفر على إسرائيل من أنها توقف عملياتها العدائية أكيد أخر خبر من الأخبار الإسرائيلية وسائل إعلام تحذر من خطورة انسحاب مصر من مفاوضات الوساطة يعني هم عندهم ألأ أن مصر من كتر ما ألأوا مصر مصر الحقيقة قامت بجهود كبيرة في هذا الملف وبالتعاون مع قطر أيضا والولايات المتحدة لكن في نهاية المطاف يجب على إسرائيل الاستجابة يعني لا يمكن أن نظل في محاولة تقريب وجهات النظر بين طرفي المعادلة والإفراج موضوع الإفراج حماس عن الأسرة دون أن يكون هناك تجاوب من الجانب الإسرائيلي ده يضع يعني قيود جمع على التواصل إلى تسوية إلا إذا كانوا هم لا يرودين التواصل إلى حل